بسم الله الرحمن الرحيم في هذه الرسالة حنتكلم عن الـ Compatible Spanning Tree Protocol Compatible Spanning Tree Protocol الـ Compatible يعني ملائم أو نقدر نقول أيضا مثلا عليها أيضا ملائم يعني فيه شيء مدمج مع هذا البروتوكول يلائم ويعمل مع بروتوكول الـ Spanning Tree Protocol الـ Spanning Tree Protocol التقليدي هو بروتوكول قديم من التسعينيات تحديدا عام 1998 وبالتالي لم يعد يوائم الشبكات الحديثة لذلك في عام 2004 ظهر مفهوم الاسبانينغ تري بروتوكول الملائم وهي فكرة بروتوكول مطور ومشتق من الاسبانينغ تري بروتوكول بحيث يتم دمجه مع بروتوكول الاسبانينغ تري بروتوكول ويتم ذلك طبعا تلقائيا في داخل السويتشات لدينا مثلا في سويتشات سيسكو بيتم دمج بروتوكول مطور من بروتوكول الاسبانينغ تري بروتوكول اللي هو البير في لان اسبانينغ تري بروتوكول وعندنا السويتشات وهذه طبعا تقنية وبروتوكول من تطوير شركة سيسكو وبالتالي لا تعمل إلا على سويتشات سيسكو أما السويتشات الغير سيسكو ففي الغالب بتدمج النوع رابد اسبانينغ تري بروتوكول واللي هي نسخة مطورة من الـ Spanning Tree Protocol وعامة وطبعاً رابد هي اختصار لرابد Spanning Tree Protocol يعني Spanning Tree Protocol الأسرع أو الذي يعمل بشكل أسرع من بروتوكول Spanning Tree Protocol واللي كي نرى مثلاً في سويتشات سيسكو لو حبينا مثلاً نشوف هل هذا السويتش الموجود عندنا يعمل بنسخة الـ Spanning Tree Protocol التقليدية ولا بالنسخة الجديدة الملائمة عندها راح نكتب الأمر Show Spanning Tree Detail لحظوا معايا كلمة Compatible Spanning Tree Protocol أو Spanning Tree Protocol الملائمة بهذا السطر نعرف أن بروتوكول Spanning Tree اللي موجود عندي على السويتش هو مدمج مع بروتوكول Spanning Tree بروتوكول مطور مثل البير في لان الـ Spanning Tree Protocol طيب لو حبيت أعرف ما هو البروتوكول المدمج مع بروتوكول أو البير في لان الـ Spanning Tree بروتوكول عندي في داخل السويتش عندها أكتب الأمر Show Spanning Tree Summary فنلاحظ أن هذه الجملة أو الصدر اللي راح يظهر عندي اللي هو سويتش is in بير في لان الـ Spanning Tree Mode أي أن هذا السويتش يعمل ضمن المود الخاص بالـ بير في لان الـ Spanning Tree Protocol نلاحظ أيضا بعض الخصائص اللي بيظهر لي هذا الأمر مثل بعض التحسينات الموجودة عندي زي الـ Up Link Fast زي الـ Backbone Fast زي الـ Board Fast هو بيظهر لي هل هي مفاعلة أو لا وبعض البروتوكولات الخاصة بحماية الـ Spanning Tree بروتوكول زي الـ BBD و Guard الـ BBD و Filter زي ما احنا شايفين هنا في بعضها عندي هنا مفاعل في بعضها طبعا غير مفاعل إلى هنا نكون وصلنا إلى نهاية هذه الرسالة أتمنى تكون وصلتكم الرسالة كان معكم حسن صالح مرشد من الشبكات الرقمية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته